احنا طبعا الموضوع المهم اللي احنا لازم نبدأ يعني به مع حضراتكم وكلكم يمكن تبعتوه في الساعات القليلة اللي فاتت النهاردة طبعا الكل كان مترقب موقف الاتحاد الافريقي بخصوص مباراة نصف نهائي دوري الابطال ابطال افريقيا ونهائي البطولة اللي طبعا الحمد لله فريقنا فريق النادي الاهلي اتأهل ليها ومنتظر خلاص الفائز من سواء الزمالك او الرجاء قرارات كتيرة في وقت قليل جدا حوالينا المباريات المتبقية للبطولة الافريقية دي في نسختها الحالية والحقيقة فيه كلام كتير جدا النهاردة انه الاتحاد الافريقية كرة القدم كاف بيعلن مساء اليوم الخميس تأجيل المباراة النهائية لموسابقة الدوري دوري ابطال افريقيا في موسمه الحالي طبعا الاهلي ومن الفائز هيجمعهم خلاص المباراة النهائية النهاردة الكاف كان ليه بيان يعني رسمي كان بيقول فيه كلام مهم جدا حضراتكم بتقولو دلوقتي دا بناء على طلب السلطات المصرية تم تأجيل موعد المباراة النهائية طبعا لغاية دلوقتي المناقشات الرسمية جارية لغاية وقتنا الحالي عشان يحددوا افضل معاد ممكن في المرحلة اللي منمر بيها دي يعني خلينا نتكلم بكل امانة النهاردة الصبح يا سام كان فيه حالة من الجدل شوية قرارات بتطلع قرارات سريعة واربعد احنا من الصبح كل تقريبا ثلاث ساعات بيكون فيها قرار لكن كمان الكاف اعلن ان المواجهة تأجيل مواجهة اياب خلاص مباراة الرجاء والزمالك تأجلت وبالتالي كمان مباراة النهائية اللي تحدى عفريك الغاية دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه مع قلش مواعيد جديدة لإقامة المواجهة ما بين نادي الزمالك والرجاء وكمان بالتالي المباراة النهائية اللي كان المفروض تقام يوم 6 نوفمبر بالتالي هتؤجل في بعض القرارات تلعت انه لأجل غير مسمى في بعض القرارات تلعت قال لا حدد التواريخ بس لسه 27 نوفمبر فخلينا نتكلم لغاية وقتنا الحالي ما فيش ملامح واضحة لمباراة قبل النهاء الزمالك والرجاء وطبعا المباراة اللي احنا كلنا مستنينها مباراة النهاء ان شاء الله شكرا لكم